اشتركوا في القناة ان يوم الجمعة بعد الفجر ستقوم الساعة فلهذا تستعد الا ابن آدم فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت ان وهو يوما احدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم انطلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الارض من دابة الا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا الا اعطاه اياه فقال كعب ذلك يوم في كل سنة فقلت بل هي في كل جمعة وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك تكون انت الاول وتكون اليهود والنصارى من بعدك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا فيها قال جبريل فيها خير لكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم الا اعطاه اياه او ليس له بقسم الا ادخر له ما هو اعظم منه او تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب الا اعاذه او ليس عليه مكتوب الا اعاذه من اعظم منه قلت ما هذه النكتة السوداء فيها قال جبريل هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الايام عندنا ونحن ندعوه في الاخرة يوم المزيد قال قلت لما تدعونه يوم المزيد قال ان ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا افيح من مسك ابيض فاذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسية ثم حف الكرسي بمنابر من نور وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حف المنابر بكراسية من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم يجيء اهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا الى وجهه وهو يقول صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسلوني فيسألونه الرضا فيقول عز وجل رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصر في الناس يوم الجمعة ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسية فيصعد معه الشهداء والصديقون أحسبه قال ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيه ولا وصم أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبوابها مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها فليس إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك دعي يوم المزيد وعن عبد الله بن مسعود قال سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا فمن ترك الجمعة من غير عذر طبع الله على قلبه وختم عليه وغشاه ومنعه الطافة وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوة أو صير قلبه قلب منافق فعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى